قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون يروى أن محمد بن سيرين لما أفلس في آخر عمره قال إني لأعرف الذنب الذي أصبت بسببه بهذا البلاء عيرت رجلا منذ أربعين سنة فقلت له يا مفلس فلما قال رجل يا مفلس فأفلس بعد أربعين سنة لما وصل هذا الكلام إلى أبي سليمان الداراني قال قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون وكثر الذنوب وذنوبكم فلا ندري من أين نؤتع يعني إنسان الذي يعمل ذنب كل أسبوعين ثلاثة مثلا فهو يعرف هذا الذنب وإذا أصيب بلاء يقول بسبب هذا الذنب كما انقطع شسع أحد السلف هو يذهب إلى الجمعة فقال إنما انقطع شسع النعل وهو رباط النعل فقال إنما انقطع لأنني لم أغتسل غسل الجمعة أن غسل الجمعة مستحب ليس واجبا وإن كان نص الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني بالغ ولكن لا نحاكم الألفاظ النبوية بالمصطلحات الحادثة فهو على الراجح يعني سنة مؤكدة وليس واجبا بحيث يأثم يعني تاركه ولكن هذا لما انقطع شسع عليه قال إنما انقطع لأنني ما اغتسلت يعني غسل الجمعة فقال أبو سليمان الضراني قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون مجرد ما يجيله ولا يقول بسبب هذا الذنب ذنب معين لأن السلف كانوا يعدون ذنوبهم ويعدون كلامهم كما قال رياح القيسي أذنبت خمسة وأربعين ذنبا وقد استغفرت لكل ذنب مئة ألف إنه عادد الذنوب التي وقع فيها وكل ذنب من هذه الذنوب استغفر لهم مئة ألف مرة فقل ذنبهم فعرفوا من أين يؤتون وكثر الذنوب وذنبكم يعني الإنسان اللي بيذنب في اليوم مئة ذنب مثلا يعني لا يدري من أين يؤتى أي بلاء بيجيله مش عارف بسبب أي ذنب من الذنوب فكان السلف يعودون ذنوبهم ويستغفرون من هذه الذنوب وإذا أتاهم بلاء يعرفون سبب ينهز البلاء بالذنب الفلان